اختارت هذه القناة التلفزيونية الخاصة أن تبقى على اتصال بمشاهديها حتى بعد قطع شركة البث الموريتانية البث عن كل القنوات الخاصة عبر الأقمار الصناعية النشرات والبرامج يتم تسجيلها وبثها عن طريق اليوتيوب مع منح الحيز الأكبر من التغطية لقرار وقف البث الذي أدين على نطاق واسع من قبل الإعلاميين والجمهور لقد أحدث هذا القرار هزة مفاجئة في المشهد الإعلامي وأربك بث القنوات التلفزيونية الخاصة وحرم المشاهدة من إمكانية الحصول على قراءات مختلفة للأحداث المحلية يسعى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة للخروج من الأزمة التي نجمت عن وقف البث خاصة أن نقاشات سابقة مع شركة البث كانت تصب في اتجاه التسوية وليس نحو التصعيد ما زلنا نبحث معا عن كيفية وجود حل جذري لهذه القضية وهي قضية إدارية لم نكن نتمنى أن تصل إلى مرحلة قطع البث وقطع البرامج وقد أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانيين تضامنها مع القنوات الخاصة واستقلق من أن يؤثر هذا القرار في وجود الرأي الآخر في المشهد الإعلامي وهيمنة الحكومي عليه الإعلام الخصوصي هو الذي أحدث حيوية داخل الساحة وداخل المشهد الإعلامي بشكل عام وبالتالي غيابه سيؤثر على وجود رأي آخر ليس الرأي طبعا الذي تقدمه من حين لآخر بعض المؤسسات الإعلامية العمومية أما الشركة الموريتانية للبث فتقول إنها أشعرت القنوات في وقت سابق باعتزامها قطع بثها في حال عدم تزديد ديون تراكمت عليها خلال السنوات الماضية كان قرارا منتظرا منذ وقت طويل وأعتقد أن هذه القنوات تتحمل جزء من تبعات هذا القرار لأنه المفروض أنها مؤسسات تجارية في النهاية خاصة يجب أن تدفع مستحقات عن البث وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وقف بث القنوات الخاصة الخمس على هذا النحو الأمر الذي رأت فيه المعارضة استخدام الحجة المالية لإسكاتها زينب متنبي الجزيرة مواجهة